موسيقى صباح الخير الاعتذار ثقافة مهمة ووحدة من أهم أداب السلوك الاجتماعي وهو أيضاً دليل قوة ووجود شجاعة الأتراف بالخطأ على عكس الشائع يمكن عند البعض اللي بيشوفوا الاعتذار هو دليل على ضعف الشخصية وأنه هذا الشخص يمكن ضعيف كثير لحتى هيك عم يأتذار صباح خير وراء صباح خير يا رينا وصباح المشاعر النبيلة والراقية والطيبة لكل حد عم يحضرنا عبر شاشة سمى الفضائية داخل وخارج سوريا يعني مثل ما قالتنا الاعتذار حسب الخبراء يعود بفوائد على الشخص يلي بيتبع هالسلوك بالوقت المناسب طبعاً وأنه يكون معتذر دائماً وبأي وقت لأنه ما بيتصدق اعتذاره بعدين وهذا الموضوع بيجعله قادر على خلق توازن بين احتياجاته واحتياجات الآخرين وتصفية الأجواء بالمحن الصعبة عبر التواصل الصريح والصادر طبعاً هذا الموضوع ورد هو نسبي أكيد وتختلف حوله الآراء وإلى وجه آخر وهو قبول الاعتذار أو رفضه راح نحكي أكتر أكيد ضمن الحلقة عن هالموضوع وبهاشتاغ الحلقة أكيد بالإضافة لفقرات وتقارير متنوية عابدهم الكلم حطيت القهوة على النار عم نشربها عم نشرب عم نشربها وإن شاء الله هيك عم نشربها برفقة كل المشاهدين اللي عم يشوفونا إذا عندهم الكهرباء حالياً أو بالععادة على كل حال لازم نروح لعند شيف حسن أبو السرور لحن نشوف شو محضر وقالنا تحت الهواء شي بالجاج كيفك شيف؟ يا هلا يا هلا سعاد صباحك شيف سعاد صباحك رنا شو محضر؟ نحن اليوم محضرين إن شاء الله جاج تندوري معرز جاج تنوري معرز تندوري؟ شي من الهنن تندوري 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 بالدال أوكي تندوري أنا أخذ معنا صح وأنت معنا أنا بس لألكم أول مرة سمعت تندوري ثاني مرة سمعت تندوري ثاني مرة سمعت تندوري 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 أخي حزير نحن التروديوسر على طول يشتروا أنه يضعوا سيجيات يوضحوا الكتابة كمان فهلنا نحن مع المشاهدين رح نشوف الكتابة لنشوف اللفظه شكرا كتب لك شيف رح نشوف أكيد هاتشو كيف المكومينات التي سيحتاجها الشيف لحيط طبخة لما كنا نعرف اسمع وأكيد كيف طريقة التحضير ومنعرف أكيد ورد أنه في كثير دراسات تطلع يمكن يوميا لا يمكن تأكد لنا أو حتى تنفي لنا بعض الأمور بحياتنا الدراسة اللي رح نخبركم عننا اليوم ممكن تكون صادمة بالنسبة للبعض اللي بيشوف بالمرأة المثال الحقيقي للمشاعر والأحاسيس والحنان ولكن الخبراء كان عندهم رأي آخر رح نتابعوا بهالتقرير موسيقى رغم الاعتقاد السائد بأنه المرء فبالكتير من الحالات منلاقي زوجات سعيدات بغياب أزواجهم بل قد تنتهز الزوجة فرصة غياب الزوج لتبحث عن الأهل والصديقات وقضاء وقت أكتر معهم موسيقى أنه الرجال غير المتزوجين موسيقى ونفس الدراسات موسيقى 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 يعني دايما ورد الهاندمايد يمكن فيه له صحر خاص وحتى لمسة خاصة وخصوصي لما بيجتمع يمكن مع اقتراحات مميزة لإعادة التدوير بتقدم لنا خيارات لقطاع حلوة وبتكلفة قليلة وبتكون متاحة للكل اليوم رح نتعرف كيف فينا نعمل أو نضيف يمكن بعض اللمسات البسيطة على المستلزمات المدرسية لأطفالنا بما أنه المدارس على البواب وبما أنه كمان أكيد يمكن غراض المدارس كلها عم نشوفها كثير غالية وممكن عنا غراض قديمة نرجع نجددها وممكن يكون في عنا غراض بالبيت نعمل منا غراض ممكن يستفيدوا منا أولادنا بالمدرسة صارت معنا ضيفتنا هيا الزيباء خبيرة بالأعمال اليدوية ورح يترافق وارد أكيد معها لحتى ورجونا كيف رح تكون طريقة شيئا هيا نعود إلى عالم الأطفال والمدارس والطفولة لأنه الأحد إن شاء الله أول يوم رح ينزلوا على المدرسة وإن شاء الله السلامة ترافقون دعونا نشوف صباح الخير كيفك؟ ماذا الأخبار يا؟ طمنا نعني أول شيء حاسس حالي بالروضة أو بالمدرسة في كثير ألوان في كثير أشكال وألعاب أقلام تلوين وكثير مآلم وقصص فعلا الطفل لما يشوفها بيرتاح ويحب يرجع للمدرسة قبل ما نبدأ نحكي عن القطاع ماذا الأكثر الشغلات التي تجذب الطفل لحتي يعود على طاولة الدراسة أو يعود في مقعد المدرسة؟ الأشكال التي يحبها ومزين الإعلام مثلاً ومزين الدفاعات التي يحبها ومزين الأفكار التي تحبها هذه الأفكار التي يحبها وخصوصاً أنه هناك شيء مميز حلو هذا الشيء يجذبه والبنات أكثر مع الأطفال كثير أكثر شيء يجذبهم الأشكال مثلاً هذا القلم لا يوجد شيء عادي لكن يوجد هذا الشكل مثلاً هذا يوجد العدة تمام شيء بناتي نعم نعم مثلاً يريدون شيء على أزرق أو أغضر لكن البنات أكثر يفتنظرون هذه الأصاص حسناً ما هي المواد التي نعمل من هذه الأصاص؟ خبرنا ورق كرتون تقريباً أكثر شيء ورق الكرتون والزق اللاصم والأيفا يمكن نعم لكن الأيفا يريدون أكثر يعني أنه عمر أكبر نعم هؤلاء 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 نعم هؤلاء نعم نعم هؤلاء نعم 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 ما نعم نعم يمكن أن نفوت لنظر البنت من تفصيل شاهدوا ما عملتنا اليوم هنا للبنوتات الحلوات الصغيرة عاملة الدفتر مثل وفوق وورق عادي وعاملة جابة للورق مشان الهومورك مشان الهومورك تمام مشان الميس لما تعطيها للبنوتة الصغيرة الهومورك تكتبها وتحطها هنا تمام حلو هيك تتشجع تكتب الهومورك تعرفين ماذا هي؟ كنا لما يوضعنا الكتب بالمدرسة نحن وصغار نشم ريحتهم يكون ريحتهم فريش حسنا هناك طباعة مميزة حسنا هذا الدفتر كمان فكرة ممكن نخذ أفكار هذا البوكس كمان هاند ميت البوكس اللي نشوفه هون الأستاذ رح يعطينا بعد شوي أعطيني هذا الدبدوب حتى يبين البوكس حسنا هذا البوكس كله هاند ميت اي حتى هذا الدفتر نفس الفكرة هذا بينحط مثلا على الطاولة ايه على طاولة الدراسة وهيك وممكن مثلا البنت تحط فيها اكسسوارات أو هيك شيء حتى من شو معمول هذا البوكس؟ كرتون اي كرتون لأهزير وتقص الكرتون وتزينه وتعمله أنا عملته بطريقة كثيرة بسيطة لكي نشوفه انه فيهم يعملون بطريقة بسيطة مالا معقدا هلأ هون هون في قلوب هون في قلوب هون في قلوب هون نجمات هون في نجمات هون في نجمات ايه ايه بيطلع من فكرة يعني للبنت او للشب حسنا هالما المقلمة هون ام كمان بدنا نشوفها على الشاشة كلها أفكار بسيطة الطفل بيقدر يقص بإيده هالأخل وراء بس بيحتاج ايه ايه اشباري ام ضبضل جنبو هم اكيد حلو تمان الأقلاق مثلا هالفكرة فكرة أخي بصغير يا سنة انه يضع كمامة للدبدوب وكفوف اوه حلو لكي نتذكر كمامته بالمدرسة حلو دعنا نشوفها على الكاميرا مع المشاهدين حاطت الدبدوب كمامة وكفوف وكفوف مقلمة مثل هاي هل تريد أن تأخذي محلي إذا أضبط لك المكان؟ لا حسنا مثل هاي تمام ما المواد المستخدمة؟ بس القماش وشقفة السعطان لديك لشريطة يا سلام دعنا نبدأ طبعا نحن نعطي أفكار لكل ستات البيوت اللي يتابعونها أو كل حتى الأهالي لحتى يشجعوا أطفالهم للعودة إلى المدارس نسمع كثير ناس بدون يرجعوا ونس ما بدون يرجعوا لا دعونا الحياة بلكي هيك بتمشي بسلامة وصحة وعافية إن شاء الله للجميع للكادر التدريسي وأيضا للأطفال اللي رح ينزدوا على المدارس وإن شاء الله يا رب ما بيصيبهم غير السلامة والصحة ومثما قالت رنم نشوي يعني غلاء الأسعار عم يخلينا نلجأ لهالأمور تماما لأنه ما بتتخيلوا أداشة قرطاصية غالية اليوم أو فيكم تتخيلوا طبعا أنه أنتم عم تعيشوا هذا الشيء فلا لا دعونا نلجأ للأصص إعادة التدوير نلجأ مثلا كان عنا أخ صف رامع وشيء يسلي للطفل يعني يعني نعطي الصف الثالث مثلا بعد ما نضيف لمسات ويسلي صح يعني يعني يعبي وقتا للأطفال بطريقة أنه يلتهوا يعني مم ينلهيهم تماما تعرفين ما هي يعني بظن لازم مدرسين المادة التربية الفنية أو الأشغال اليدوية بالمدارس يحولوا جلسات التربية الفنية لأصص فعلا يستخدم الطفل بعدين لا أنا مدرسة كانت هيك حلو فهذا الشيء اللي حببني فيها للفكرة أكتر اللي أشتغل عليها هلأ نحن عم لزة بإيه هلأ هي فينا نعملها فينا نعملها إنه خياطة بس بدي وقت أوكي وبدأ حدا إله مراء يعني أما هيك أسهل للأم وليطفله وحلاوتها إنه تبقى عشوائية إنه نحن الأطراف والجوانب هي مكتب دققت بالقص لا هاي بالذات لعتني تكون أطرافها مثل كأنه مشأوى أو شعاني تبعطي فكرتها مو تكون مثلا تشوف هاي أو هاي ناك إديش مضبطين في يون بس هاي حلاوتها من فوق تظل هيك عشوائية مو مقصوصة على الستاندار لا هي هيك موديلة يعني مليانة أقلام مليانة أقلام ها حاطة فيهم أقلام بيئة شي ممكن لأن النفق آه تماما سرعي بيساعدني أني حط هذول الأقلام طيب كمان شو ممكن ننظيف حلا بننظيف الشريطة نحط الزرقة أحلى وتطلق الزرقة أحلى بس كمان بقيت بناتية هلال أزرق مو بناتية بس إنو كموديل واحد ساعتان وشي حريري يعني بنت طلق أفكار لصبيان أدما كان يعني بعدين بنلاقي البنت إلى مراء أكتر يعني السوبي مستحيل يركون هلال أحزاري شوف كيف منعملها مثلا أنا بعطيك من الأفكار منحط عليها سيارة منحط عليها قصص تانية بحبوها لصبيان الصغار كولة قدم لعبا المفضل مثلا بقصوا صورته هلا هاي فكرة كتير حلوة ننطبق أبعدين هاي شو هيا هاي هاي مكلي شي تحطه ناح المقلمة لشان نجزو بانتباهها على المقعد يعني في بنات كتير بيحبوا يحطوا شيء على المقعد غير مقلمتهم حلو بس إنو فكرتها غريبة بتوحي بخيمة من بلاد الهنود الحمض هاي يعني هو لازم يكون في فكرة غريبة في إبداع أوكي تمام يعني ولا أقسط من هيك صح ممكن إنتي وعن تشتغلي هاي أنا بدي حاول أستثمر الوقت ونستعرض ضائل قطع إني نستعرض ما هون هاي شو كمان هلا هاي مقلمة معمولة من أنية البقين يا سلام تنفتح بهون ساعدك أنا يا رد تفتحها شكرا معلق السيليكون معلق السحاب هونيك المثال مثلا عليا تمام لح فتحناها أوكي نفتحها بهدوء وتؤدى يا رد هاي المقلمة أنينة مائة صغيرة من بعد ما نعقمها ونقسلها طبعا نضع عليها شوية صحاب ونبزق فعلا حلوة وورق هي فكرة من الأول هذا الكيس هذا الكيس الورق هذا الظرف اللي كنا ناخده كمان نضع في أوراق ثبوتية كمان هاي المقلمة نفس الطريقة أين وصلنا خلصت خلصت يا سلام هلا بنضع في يعني مثلا زب نضع في شيء أوكي في هاي الطريقة بطلع أوكي وهي موديلة حلوة أن تكون عشوائية من على الأطراف ما حلوة تكون صح ما حلوة تكون مقصوصة صح مية بالمية ومحبوكة هاي الجنز كثير عنا قصص جنز قديمة ومعجبها عدد غير بطلع ومعجبه مقلت ومينة ومراك ومعجبه ومعجبه دون عدد لا تستخدم، ولكن إذا تلوتت بشيء، لازم ستة البيت ترمية. دعنا نذهب إلى هذه القطعة أيضاً. كيف معمولك؟ بدون ما تنفع. بدون ما انزع. إذا أنا بكل عناية ممكن انزع. الطفل ممكن ينزع؟ الطفل كونه هو اللي عمله فما سينزع. لا سينزع. بس أنا ورد بانزع. طيب. هاي شغل أخي الصغير، فكرتو. يا سلام. ما اسمه أخوكي؟ عمر صباح الخير يا عمر. عمي تابعنا، يسلموا إيديك؟ عمي تصميم الحلو. اي، وأنا زينت بهذه الصفات. عندي لحشة قديمة. عملت فيها هذول الصفات. وكمان عملت فيها المألم يتبع. أنا تبقى. يا سلام يا عمر. بس هو تبع أنه يحط إقلام بكل أماكن. هو عمي يلون. هو عمي بالتلوين. عمر رح نرجع لك الغراض. سالمين غانمين. ما زيناهون اليوم. هلأ هاي فكرتا كتير حلوة. هاتي لنشوف شوف فكرتا. ما فيها شي غير ورق. بس أنه لما بيحطوها على مقاعد الدراسة أو على مقاعد المدرسة. كتير يعني تحبز الولد أنه هو الألوان. العالم الألوان. يعني أصفر أحمر أزرق أخضر. الطفل لما بيشوفها الألوان كلها. هدع بقرينو. أنه يجب أن يدرس. يجب أن يدرس. يجب أن يدرس. يجب أن يدرس دفتر قليلا. يجب أن يدرس دفتر. كان لدينا مدرس تربية فنية. تذكره. كان اسمه أحمد. الله يوجه له الخير. كان كتير يعلمنا هكذا. نحن كنا حتى إعدادي وسانوي. وشباب يقلنا أنه شغل الهند ميد يعطيكم صبر لنفسيتكم. وبيعطيكم لاحقا تخطيط وتصميم. يعني مثلا يحول لنا الرياضيات يقول لنا اليوم نريد هرم. أبعاده بالقاعدة القطر تبع دائرته أو مخروط أو أسطواني طول بالعرض بقصص كلها. حسبولي أديش نصف قطر قاعدته هيك. فبيحول الرياضيات لشغلات ملموسة. وهذا الشيء جدا مفيد وجدا بيثبت بذهن الطالب. طيب كمان شو في معنى شغلات مستعرضة؟ هنا في هذا الدفتر كمان غير الدفتر اللي عملناه. نفس الفكرة. انظروا بقصصا أنهم جيد؟ نعم وشغلات فبوكس. نحن الأفكار وعرزنا كل الإقلام. مثلا هاين، هاين كثيرا للبنات اللي يقلون مراء. إنهم يرسمون ويزغلفين. نعم، يرسمون عليها. وأنا أصبحت أفكار عديدة منها اليوم هي. نتمنى. نعم وراء هابزن. نتمنى طبعا منالنعم دراسي ومكلل بالنجاح لكل أطفالنا أطفالنا ولا كل الكادر التدريسي الله يحميهم جميعاً وهكي يبقوا محافظين على أدواتهم الشخصية وما يعيروا ولا حدا وما ينزعوا ما ينزعوا أهم الشيء شكراً هيا يا ساعة صباحة ساعة صباحة رح نرجع لعندنا لنكمل باقي فخرتنا شكراً كثير ورد وشكراً هيا على الأفكار الحلوين رح نضلج شوي بأجواء المدارس وأجواء القرطاسية رح نروح نحنا والمشاهدين لنشوف شو هي أصف اختراع الألم بيع عندكم علم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حلقتنا على اليوم حكينا بالبداية عن ثقافة الاعتذار ويمكن الأكثر جدلاً من هذا الموضوع هو معايير قبول الاعتذار أو حتى رفضه هل يعني رفض اعتذار قدمه لألنا شخص هو عدم قدرتنا على التسامح أو هو ممكن يكون أنه بعض الأخطاء لا يمكن أنه يرمم اعتذار أو حتى أنه يصلحه تماماً يا رانا أسئلة كثيرة ناس ضلطوا بحقنا وجرحونا وقال شو جايين يعتذروا مننا بعدين سبق السيف العزر مش ما بيقولوا يعني أسئلة كثيرة بدون حول هذا الموضوع ونحن سألناكم واحد من هالأسئلة ضمن هالبوست اللي بلشتوا تشوفوه معنا على الشاشة سؤالنا بيقول أنت بتقول للشخص اللي عم يعتذر منك اعتذارك مرفوض خليكم عم تتفعلوا معنا عبر البوست اللي شفتوه وعلى طول علقوا حتى نستعرض تعليقاتكم على الشاشة ضمن برنامجنا صباح الخير على القناة سماء أيضاً كاميرا سماء بتنزل للشريع السوري وبتطرح نفس السؤال وبترجع بهالآراء شو الموقف اللي انت بتقول اعتذارك مرفوض للي عم يعتذر أخذ مني شغلي بتخصني وما رجعني يعني إذا جاء واحد خرب بيتك وبرجع بلاك أنا باعتذر منك أكيد ما رح تضان يعني أن تكون عاطي ثقة تامة وتتفاجأ أنه يعني انك خيانة لا ممكن إذا نستج جميل بس الإساءة بس على الأدم كتير الشاشة اللي ما في ضمير وما في حركة ما في زوء هذا اللي يكون غير مخنع يعني للأتجار لهذا السبب إنه الواحد ما بيرضل ما بيرضل الأتجار منه الواحد إذا مستد كرامته مثلا هيك أكتر شيء الكرامة وقت بيكون الزمهة اللي مساوية كتير كبير الشيء اللي بتعلق بكرامته البني آدم أحيانا صعب يسامح عليه يعني ممكن ورد عن جد أيام يوصل واحد لمرحلة بعد خيرا نسمي هيكت تراكم للأخطاء تراكم للمواقف تراكم للخلافات اللي ممكن تصير في وسط المرحلة هو يبطل يقبل اعتذار هذا الشخص أو يبطل يسامحه على الأقل ممكن ممكن حسب كمان طبيعة الاعتذار التي تقدم وحسب كيف أنا عم قدمها الاعتذار مدى صدق الاعتذار وعن شو عم باعتزال يعني أنا ما فيني اعتذر لشخص إلا غلا أنا باعتذر إنه فشلت لك عملك أو كم سبب بتحطيم قلبك لدرجة إنه أنت مرت بمراحل كتير صعبة أو مثلا صبية تعتذر من شب إنه كذبت عليه وإنه هي ما بتحبه يعني في قصص معنوية ما لا يقبل لا تغتفر أوكي أنا بسامح بس لا يعود ما قبله كما ما بعده كمام يعني هاي مثل مبدأ يمكن ورد وتقول لك الشي اللي بينكسر ما بيتصلح يعني هو بتلزق فينا نرجع للزق بس بيضال يمكن العلام أو بيضال فيه أكيد علام واضح على إنه هذا الشي هو انقذى أو انكسر الله هيك يصفي كل القلوب عمي وما يترك ضغينا بقلب حدا تجاه أي شخص وعنجد الواحد أدمع طلناشه وأدمع مرة هو بيكون مرتاح صح بيكون مرتاح وبيريح باله وما بيشيل حقا لذلك أنا قلت أنه بسامح خلاص ما عاد فكر بس ما قبل ليس كما بعد صحيح هلونا نروح ونشوف قبل وبعد مع الشيخ حسن أبو السرور لنشوف طريقة التحطير ونشوف نتيجة نهائية بختام الحلقة فضال يا شيء شكرا نورد شكرا شكرا متل معنا اليوم نصف ستصبحوا عن جديد أول شيء نتملنا اليوم عنا جاش تندوري مع الرز هنشوف المقادير هي أكل هندية بتعتمد على البهارات بقى عنا اليوم بهاراتنا كتير مع أنه هي مكوين الأساسي كتير بسيط هنبلش نحط البهارات مع بعض ونقول المقادير أول شيء عنا طبعا جاج صدر جاج حوالي تقريبا شيء كيلو مقطع مكعبات وسط عنا كاستين لبن رائب عنا ملح عنا كزبرة لقيابسة ناعمة مفرومة ناعم عنا زيت نباتي عنا عرفة ناعمة عنا ورق غار عنا زنجبيل عنا بابريكا عنا كمون أنا خلطتهم لتنسا حب وناعم مع بعض عنا شومر عنا فلفل حب عنا كركم عنا حب خردال عنا عرفة ناعمة وعنا ليمون حامض وعنا خل عنا توم عنا مفروم مدعوق ناعم عنا زينجبيل مفروم عنا مصمع لأترب البندورة وعنا لتلوين الرز ممكن مستخدم صفار الزعفران هلا في من هذول البهارات نحنا هنستخدم شيء للرز وشيء الغلبية كلية هنستخدمه للرجاج والباقي فيه كم واقع من هذول البهارات هنستخدمه للرز هنباهر الرز سوا هلا هنبلش أول شيء بطريقة تتميل تجاج بدنا نحط الجاج طريقا حوالي شيء ساعتين هنبلش أول شيء بكاستين لبن بيش شكل هاد هنبلش نحط المقادير حنم ملح طبعا البهارات هي ممتل ما انه بتاعت تند على ست البيت بس طبعا هي أكل هندية حوالي شيء نص معلقة هون هنستخدم كذبة ريابسة عنا القرفة حوالي شيء ربع معلقة عنا ورق الغار هنستخدم مصهم بالرجاج ومصهم بالرز عنا زنجبيل حوالي شيء نص معلقة زنجبيل عنا بابريكا حلوة حوالي شيء نص معلقة عنا كمون متل ما انخالط الكمونين مع بعض ممكن ناعم من الحب عنا شومر حوالي شيء نص معلقة او اكتر شوي عنا فلفل حب نحنا الجاش هنساويه بالفرن ما رح نساويه بالطنجرة وبعدين نساوي الرز وبعدين نخلطه هلا عنا كركم عنا حب خردال وعنا رنفل ناعم مطحون ناعم هنحط تقريبا ثلاثة اربع كمية التوم وكمان ثلاثة اربع كمية الزنجبيل الباقي هنستخدمه شوي بالرز يعطيناكها اطيب عنا بس نص معلقة تريبا رب البندورة وعنحط عصير الحامض وعنا شوية خل خل تفاح خل تفاح هلا بنحاوي نخلطهم كلها مع بعض هيطلع لونه كثير حيرو على روز على زهر تقريبا بيطلع كثير حيرو نتركهم بالتذبيلة حوالي ساعتين تقريبا نتركهم بالتذبيلة حوالي ساعتين تقريبا هلأ هنحط الجاج طبعا زمان اللي نتوفر صدر الجاج ممكن نستخدم نحنا فخاد او الفخد الجاج او الورق تبع الجاج هلأ منحاول نخلطهم كلهاتم مع بعض هلأ منحن نخلطن كلها مع بعض قل ما انا نحن هنحن نحن نحاول فبUST هما لازم يضلوا ساعتين حدول نطاعها هت֭ sekarang هننطصوا كل النكهات مع بعض ستخ� بأن يأخذ ن 유سي ف 있어서 بيكونوا استواء ومنشوف طبعاً طريقة الرز تتبيلة الرز أنا حاطينه ناعينه وغسلينه بنشوفه شرون بالفقرة التانية طبعاً شرون حسابه الرز والبهارات تبع الرز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منشوف بالساحات والشوارع بقي عايز صبارة هالفاكهة يلي بحبها وبينطرها كتار من الناس وهي تقليد مرتبط بمشاوير وامزيات الصيف بدمشق هي مو بس أكلة هي طقس عتدنا نشوفه كل سنة وكتار مننا بيستنوها بهالفترة تحديداً التين الهندي الصبار أو التين الشوكي تعدل التسميات لفاكهة شهية بحبوها كتار طعمة حلو خفيفة وأكيد غنية بالفوائد الغذائية كل سنة بهالوقت وبساحات وشوارع الشام منشوف بياعين الصبارة يلي اعتادوا ينادوا عليها بعبارات مبتكرة خصيصاً لبيعها الفاكهة الطيبة وجذب المارة ويمكن حتى هالعبارات صارت في الكلور وبيتفننوا بعرض الصبارة وبيعها للزبائن مقشرة وجاهزة للأكل كان عمري 10 سنة كنت انزل مع والدي ساعده تعلمت منه انه كل موسم له حق صبارة، فول، برة حسب الموسم يعني وحسب المكان هلا في زبائن بتحب الخضرة لأنها قاسية وهي حلوة في عالم بتقليق الحمرة أحلى بس هي الصبارة بالفعل الخضرة أطيب من الحمرة طبعاً في بترمم جدار المعدة هي أهم شيء وللقرحة للسكر كتير مخيدة برا البلد أكثر شيء بسألوني شو هات؟ بقول لهم صبارة، انه شو هات الصبار؟ بنقول لهم تين شوكي، بعدين بيعطي اختلاف ألوان الصبارة بيرجع لنوع استضغيات النباتية الموجودة فيها فمادة الليكوبين هي المسؤولة عن اللونين الأحمر والفوشيا ومادة البيتا كاروتين مسؤولة عن اللونين الأصفر والأخضر تتعدد ألوانها ونكهتها الحلوة وفوائدها الكتيرة وبتطفي الصبارة حر الصيف وبترافق الناس بمشاويرهم وبترتبط بذاكر تكتار بالماضي وليالي الصيف بالشام رح نشوف هلأ كيف رح تكون طريقة التحذير بشو رح يبلش الشيف فباد؟ شكراً شكراً ورد نسعد صباح كوران جديد مثل ما أننا اليوم نحنا عم نساوي جاج تندوري مع الرز هنبلش نحنا أول شي هلأ حطينا الجاج بالفرن بنحط شوية زيت بالطنجرة بش هننساوي الرز حلق ما نشوف البهارات كلياتها مع بعض هلأ هنبلش أول شي نحط الزنجبيل هنحط الزنجبيل هنحط الزنجبيل هنكمية بسيطة هنحط الزنجبيل مع الرز هنحط بس نكه هنبلش تطبع رحة الزنجبيل مع الزيت هنبلش نحط باقي المكونات هنحط شوية كذبة ريابسة ونحط شوية ربع معلقة هاي تاريلا عنا ورق الغار حنحطه كله شيء أربع ورقات عنا شيء ربع معلقة زنجبيل وبالنسبة للكممول حوالي شيء ربع معلقة وعنا الشومر حوالي شيء ربع معلقة وفلفل الحب وعنا ربع معلقة كركم وعنا خردل حب الخردل وعنا شيء ربع معلقة ربع رنفل هاي منحاول نحركهم كلياتهم مع بعض ناخد زيت كلياته مكهة البهارات ونحنا بالأخير حنحط هلنا نحط الرز وحنحط له بالأخير لصفار الزعفران نحنا بشان يلون الرز لانو ما بدنا لون البهارات الغامة يطاء على الرز نقلب الرز مع البهارات كلياته نقلب شوية زيت كمان طبعا الرز كميته على هوس الكلبيت نحن هون عم بساق نقلب حوالي شيكاستين ومنص رز رز كبسي رز طويل وطبعا الملح نحن بنحطه على غريت سيت كميت مثل ما ديما نقلب الرؤون طبعا تقريبا الرز سليك أخذ لبهارات كلياته هلنا بنحط المي طمية المي طبعا نحن مقدار انه عقلة اصبع فوق الرز بكفي لا يستوي الرز طبعا فيه ستات بيوت بيضلوا بيحبوا انه يحطوا المي على هوى بالقياس ممكن يحطوا بالكاسة على هوى كم كاسة بيحطوا كاسة وربع هوى تقريبا يعاني العيار الرز الطويل كاسة وربع تقريبا لكل كاسة الرز بدا كاسة وربع مي ونحط معه رأسا الصفار الزعفران يعطيه لون هلا هيك عطينا صار الرز عاطي على لون أصفر بها الحالة هاي شايفين شلون كيف هلا بدنا ما استنى هنا طبعا لتغلي نستنى لتغلي تلاقي لبنشي 3 دقايق بعد ما نسكرها نسكر عليها ومستنى لتغلي 3 دقايق ومحطة على نار هادية تقريبا شي تلت ساعة ليستوي الرز طبعا على هواى نوع الطنجرة والغاز قوة الغاز بس بدنا ما استنى 3 دقايق وصوي شي تغلي بعد الغلي عام 3 دقايق وبعدين منبلش شلون منساوي من نوّس النار هلا بنرجع هلا بالنسبة ما يستوي والجاج عنا بالفرن ونرى العطلية التقديم بآخر الحلقة ونرجع لعندوارد ورنة ونكمل باقي الفقرات لم تستوي الطبخات شكرا عشي أحيانا نتمنى ان ننسى كثير من الأحداث المؤلمية اللي مرأت علينا بيوم من الأيام ولكن منلاقي حالنا عاجزين عن هذا الموضوع ولو تناسينا هاي الأحداث لفترة معينة ترجع بتظهر قدامنا شئ نائم أبينا فكيف ممكن نتخلص من الذكريات السيئة او هالشي يترى فعلا متاح حلونا نشوف شو حكت اخر الدراسات عن هالموضوع يعاني البعض من تجارب مؤلمة أو مخيفة مر بها خلال مرحلة ما في حياته كالتعرض لحادثة طريق مروعة أو لاعتداء جنسي أو وقوع انفجار أو كارثة طبيعية في محيط مكان كان فيه وغيرها من المواقف التي تؤثر سلبا على سلامة أعصابنا ومع مرور الوقت يتعافل بعض من آثارها ولكن البعض الآخر تصاحبه تلك الذكريات بتفاصيلها ودرجة الخوف منها وتؤثر عليه نفسيا لشهور أو حتى لسنوات عديدة لذلك اهتمت دراسات وابحاث علمية بالبحث في إمكانية محو الذكريات السيئة من أجل التخفيف عن هؤلاء المرضى فريق بحثي من جامعة توياما باليابان نجح في التعرف على الآلية التي يسترجع بها المخ ذكريات معينة دون الأخرى وإمكانية الاستفادة من ذلك في محو الذكريات المؤلمة فقط دون غيرها الدراسة كشفت عن أن الذكريات تأتي متلاحقة وتتكون بصورة متشابكة في المخ وتوصل البحث الأخير إلى نتيجتين جديدتين الأولى تقول عن إمكانية المحو الدائم والكامل للذكريات السيئة عن طريق تكسير نوع معين من البرودينات في المشبك العصبي لدى فئران التجارب حيث تلتقي الخلايا العصبية والثانية معرفة المكان والكلفية التي يخزن بها المخ تلك الذكريات وتبين أن محو الذاكرة دام مدة طويلة جدا حيث أن هناك ذاكرة حديثة وأخرى دائمة الأولى يظل المخ فيها يتذكر موقفا ما خلال أيام من حدوث الحدث والأخرى إذا استمر الإنسان في تذكر موقف حدث له لأكثر من شهر مشيرا إلى أن محو الذاكرة السيئة في الدراسة لم يؤدي إلى استدراك ذاكرة التلقائي الذي يحدث في حال محو الذاكرة بشكل غير كامل يسعد صباحكم عن جديد يعني مستحيل يمر الإنسان ورد بهالحياة بدون ما يتعرض لمواقف سيئة أو لأحداث مؤلمة فالكلم يمكن يفقد شخص عزيز عليه أو يضطر للتعامل مع حالات إنسانية مؤلمة مع مرور الوقت يمكن يتعافى البعض من آثار هيئة ذكريات السيئة هلأ كل حدا بده يطلع من 2020 سالم غانم لازم هاي الفقرة هو بطل لازم هاي الفقرة يكرسها كتير منيح ويشوفها عدة مرات لأنه الذكريات اللي رح نعيشها إن شاء الله يارب تكون منيحة بس إذا في ذكريات سلبية نتعلم كيف نتجاوزها وننساها والبعض الآخر اللي ذكرته رنا عن النوع الثاني بتصحبوا ذكريات سيئة بتفاصيلها ودرجة الخوف منها وبتأثر عليه نفسيا لشهور وممكن سنوات عديدة كيف ممكن نتعامل مع الذكريات السيئة رح يكون موضوع نقاشنا اليوم مع ضيفنا الأستاذ محمد فايز معدني مدرب واستشاري بالبرمجة اللغوية العصبية صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك معنا مع مشروع ورد اللي حضرتك أكيد عاملو هنحتي عنه هلأ بالتقصي أكيد كلنا أستاذ محمد معرضين لأحداث سيئة بحياتنا مثل ما ذكرنا أي أحدا بمرؤ بمواقف سيئة بأحداث هيك تترك علام بحياته منشوف كل حدا بتتعامل مع المواقف السيئة بطريقة في ناس بتجاوز هذا الموضوع ممكن بسرعة في ناس بتعلم هاي ذكريات وبتضل مرافقتها لفترة طويلة بحياتها ليش في عالم هيك وعالم هيك رح قلك شيء هلأ هي ليش اسمها ذكريات سيئة يعني ليه هي سيئة لأنه هي مرتبطة بمشاعر العقل البشري له ميكانيكية معينة بالتعامل اللي هي بتقول نحنا عنا شيء اسمه وعي ولاوعي وعقل عاطفي هلأ العقل الواعي بيصدر أوامر لللاوعي على صيغة مشاعر يعني أي شيء فيه مشاعر اللاوعي ببلش يركز عليه فطالما هذا الموضوع يحمل مشاعر طبعا عم بحكي مشاعر يعني اللاوعي يتفاعل مع مشاعر الإيجابية بانتباه متل ما بيتفاعل مع المشاعر السلبية بانتباه فطالما صارت هاي ذي الحادثة أو الذكرة فيها مشاعر هي صارت أولوية عند اللاوعي بأي لحظة هو بيستلم دخلة الأمور فبتظهر أول شيء عنده تماما لذلك المشكلة الأساسية هي أنه العقل اللاوعي ما عنده زمن يعني أنت اليوم لا سمح الله لما بتتعرض لموقف سلبي أو مشكلة ليه بتتضايق كثير لأنه انت بتحس أنه هاي ذي المشكلة أو الظرف اللي عم تمر فيه هو ما له زمن هو هيستمر طول العمر اللاوعي بيوقف حالة الزمن وبيقلك هاي الحالة اللي انت فيها كيف بدك تطلع لأنه هي مستمرة تماما ولذلك اليوم أهم شغلة أنه نحن نعرف كيف نوجه تعليمات لللاوعي ليقدر يتفاعل معها ويقدر يخلص مننا هاي المشاعر يعني هون مثلي ادخل مداخلة صغيرة منحس ببعض المواقف الصادمة خلينا نقول أو الأحداث الكبيرة بحياتنا ما بارف يعني إذا هذا التحليل هو صح أو لا من تجارب يمكن حوالينا منشوف أنه في بيكون صدمة بيكون في الواحد بيحس حاله مخدر يعني هو فعليا بيحس حاله ما عنده شعور أو ما عنده ردة فعل تجاه هذا الموقف هو هذا ردة فعل طبيعي عند الجسم أنه هو يحس حاله مخدر بدون مشاعر هذا اللي عم تحكيه كثير مهم ليش؟ أنت عم تقليلي بحس حاله مخدر كلمة إحساس جاي من الحواس الخمسة اليوم في حال أي اضطراب هرموني طبعا عم قول أنا إذا اضطراب إذا كان علي أو نزل يعني مثلا تسمعي من شخص بيقلك أنا أكلت ضربة بالخناء بس ما حسيت فيها بلا حصلة ليش؟ هو طلع عنده الأدرينالين فهذا الأدرينالين بيخدر شوية وبيعطيك شعور أنه ما تحس بالألام لفترة معينة هو حقيقة مو الأدرينالين هو مع الأدرينالين بيطلع شيء اسمه الأندروفينات اللي هي النواقع العصبية المخدرة للجسم نفس الشيء لما أنت بتفرح بتقول أنه أنا حسيت من كتر ما اضحكت أنه نمل يرتمي مثلا بتسمع من واحد بيقلك لما خفت أنا وقفت ساب وركبي مع تقدر تتحرك هي عبارة عن مخدر عام بيصدر بجسم لذلك اليوم هذا الشيء اللي بدي إليك يا أنه هذا المخدر لما بينفرزز ياري عن اللزوم بجسم بيصير عند العقل حالة إدمان على هذا المخدر فبتلاقي دائما مثلا اليوم أنا وقعت بحادثة سيئة صارت انطباع فورد تعاطف معي أنا حبيت هذا التعاطف بغض النظر عن الموضوع السيء اللي صار فصار دائما بدي إلعب دور الضحية لهو يتعاطف معي وأنا حصل على هذا المخدر هون بيرطبط عدة أمور بتذكر بافلوف ومنعكس بافلوف لماذا نحن مؤثر أولي ومؤثر ثانوي يعني مثلا أنا لما بكون فاستيجابة لما بكون أنا ماشي وصار معي حادث سير بالوقت اللي صار معي حادث سير بعد الشر عن الجميع في كان بالسيارة أغنية معينة شغالة فأنا كلما برجع بسمع هذه الأغنية برجع مشاعر من الألم ومشاعر السير مثلا أو ريحة عطر لخطيبة الأديمة كانت تحطها على طول إذا أنا ماشي بالسوق وشميت هالريحة العطر ترجع لي الذكريات والمراسل اللي ربططني بهالذكريات شو الحل؟ لا أقول لك شي اليوم لما أنت بتقرر تشتري موبايل جديد ورد فأنت معك ميزانية معينة عم بتقلب بالإنترنت أم شفت نوع معين مواصفات عجبتك حبيتك أنا أجيت على السعر إن جلطت حتى السعر مناسب فمتى ما قلت حبيتك أنت حطيت مشاعر على هذا الموبايل هلأ صارت معك أنك أنت تكون ماشي بالشارع ومتطلع تلاقي هذا الموبايل صار يطلع لك بكل إرنة أو بتفوت على المحل ليش؟ لأنه بكل بساطة اللاوعي أخذ أمر أنه هذا الموضوع حبيته هلأ أنا بفوت على كافي كل العالم حطت موبايلاته على الطاولة أنا عم بعمل هيك كلها عم بتفوت على اللاوعي أنا هيأت دماغي إنو ينتبه لهالموضوع بس واحد حاطت هذا الموبايل على الطاولة فاللاوعي بيقلي ليكم تماماً شوفوا هون أحمل منه هاد كذا ونفس الشي أنت اليوم صارت حادثة معينة سمعت هاي الغنية اللي عم تحكي عليها فأنا قاعد بجوز الجو كله فرح وقاعدين بكافي وعم نضحك كثة طلعت الغنية مباشرة اللاوعي بيجيب ملف الحادثة كلها بيقلك هاي الرابط تبع يلا تعال هون لذلك لما بيسألوا عن العلاجات أنا بقلهم متل ما صار عنا روابط مفروضة علينا سلبية لازم تعمل روابط إيجابية نجول نحنا روابط إيجابية يعني أنت اليوم عملت شي حلو عملت موقف إنساني حلو مع صديقة عملت شي نجحت فيه أنت على مستوى دراستك عملك أو أي شيء عمل له مرسات تماماً روح يشتري غرض إلك مكافأة إلك عين مثلاً محل معين أنت بتروح عليه وانت فرحان فإذا ما بتصير تجيك ذكريات سلبية إذا فتت على هذا المكان يتغير المزعج صح يعني يمكن مثل ما أن ذكريات السيئة أستاذ المحاماتية ترافق لكثير من الأشخاص وممكن حتى تأثر يمكن على حياتهم فيممكن بيقولوا ممكن هكاً بفرضية أنه يتوفر مثلاً دواء هذا الدواء يمكن يمحي الذكريات السيئة يا ترى مشاهدين بيأخذوه ولا لا رح نشوف رأيي الناس بالشارع السوري بها الموضوع نرجع نكمل فقط موسيقى إذا اخترعوا دواء ينسيك الذكريات السيئة باستخدموه صارت الذكريات السيئة الجزء من حياتنا من حاول اللي ينسى أي؟ طبعاً أي والله لأنه السن الماضي صار معي حادث وتوف أبي وكان يعني أصعب يوم بحياتي أنه شي سيء والله شي ماضي يعني أي واحد عند فينا ماضي سيء فيه شغلات لازم الواحدين ننساها يعبر من عليها أو ترجع يعني حياة جديدة ما عد تتذكر الماضي بصر حياتك بجوز أجمل يعني شو رأيك يا كرانا إذا في حبة تاخذية بتنسي كل شيء ألم صار معيك ما بعرف قديش هذا الشيء صحي ولا لا يعني هو أكيد ما في حدا يتمنى يتذكر أحداث سيئة أو يتذكر شيء مؤلم صار يمكن معه بحياته يتمنى أكيد أنه ينسى وكننا عم نحكي تحت لواء أنه فعلاً النسيان نعمي بكثير من الأحيان أنه عن جد الواحد وهو أصلاً باللاوعي يعني بالنظريات نفسية أثبته أنه يمكن من الإثبات اللاوعي هو نسيان وأيضاً أمور أخرى من ضمنها فأديش مهم عن جد النسيان بهذا التصوص لكن صعب الواحد يمكن أن يمحي كل الزكريات الزكريات هناك قاعدة عقلية نحن من قولها بتقول إنكار الشيء تثبيته يعني اليوم لما بتكون بعلاقة مثلاً وتسمع من شخص أنه يقول لك أنه يقول لك شغلة ولكن لا تزعل مني يعني يبدأ حضر حالك لا تزعل لا تزعل أو يقول لك هذا عندك عادة سيئة أنت مثلاً فأنت هون كل الدفاع وكل الأمور بلسوا يشتغلوا لا وهون عفوا هنا يتقهب الواحد للدفاع دغريق يعني تبليشك دغريق معناتها لا يوجد شيء أنا لازم دافع عن حالة صح هين بلسوا من نحن وصغار العابة بكل شيء بس هيلات مدي إيدك عليها فأنا بدي مدي إيدك عليها تمام فأنا اليوم النسيان هو مو أنك أنت تقول أنا ما بدي إتذكر هذه القصة لا النسيان هي عندما عن جد أنت ما بتعود بتتذكر بهذه القصة فلذلك الحالة المثالية لهذا الموضوع بيحكوا عن شغلي أنه دائماً لما تجيك مشاعر سلبية منسكريات سلبية غير الوضعية الفيزيولوجية لجسمك ليش؟ أنا اليوم قاعد جتني فكرة سلبية بلشت دور فيها أكتر وأكتر فأنا بلشت أكتافي الضب وصرت هيك الآن فعلياً أنا ما عدت تنفست كثير ما عدت فيه أكسجين عم يقضي على الدماغ فعم تترسخ هذه الحالة وكلما للطاقة عم تنزل وتترسخ الحالة قوم تمشى، غير، خود نفس، شت حالك شوي بزيد الأكسجين على الدماغ هذا اللي منسمين إحنا التمتع بشيء اسمه إيموشنال إنتليجنس الذكاء العاطفي دراسات علم النفس والتعامل البشري والتواصل بين الناس كثير نتأكد على هذا الموضوع قد ما كانت مشاعرك مسيطرة عليك وتدفق الهرمونات بدمك غير منضبط تعلم تضبطه تعلم تضبط مشاعرك كيف؟ نحن نروح على شيء اسمه تفكيك الحالة الزهمية في تفكيك الحالة الزهمية تقول أنه أنت اليوم يصير عندك اكتئاب لازم يكون فيه شغلتين مع بعض هن الأحباط والقلق لماذا اخترنا هذين الاثنين؟ هذين الاثنين لهم ظرف زماني ورد الأحباط جاي من الماضي أنا عم بتذكر بالماضي كان شغلة ما زبطيت شغلة ما زبطيت شغلة ما زبطيت أنا عتمت الماضي القلق منين جاي؟ من المستقبل أنا خايف من كذا خايف من كذا فأنا عتمت المستقبل لما بتوقف بممر وراك عتمي وقدامك عتمي بتكوّع وبصير عندك إكتئاب تمام لذلك الحل لإكسر هاي الحالة النفسية أني أنا يا ضوي الماضي أكسر الأحباط بإني أتذكر مثل ما في عندي شغلات ما زبطة أنه في عندي شغلات زبطة أو إذا ما قدرت بسبب الحالة النفسية أني ضوي شمعة بآخر الممر خلص ركز على المستقبل حط هدف تماماً الماضي ماعد فينا نغيره بألمه بفرحه وراح لذلك أنا اليوم علاج الأحباط والله القلق هي أنك تقتل كلمة واحدة بس الفراغ الفراغ هو السبب بالتفكير واللاوعي بميل بالتفكير للسلبي لأنه أغلب مدخلاته مفروضة عليه فبيعتبره سلبي لذلك متى ما أنا هيت ما في شخص عنده هدف وعنده ملل ما في شخص عنده ملل ما في شخص عنده مستقبل على هدف أنا هاي بقوله رينا محسان بتعتقد أنه إذا حدا مشغول على طول ليل النهار بالدراسة بالشغل بالعمل بالتركيز بالبيت بالقصص ممكن يميل لا لأنه بيكون خلص شغل حاله كل الوقت سيمكن ملحي حاله مثل مقال ورد عم يشتغل بالبيت عم يشتغل برات البيت عم يدرس عم يعبي كل وقته نحنا كمان بحاجة للذكريات يعني نحنا مو صح أنه نحنا نقول ما بدنا نتذكر ما بدنا نفكر ما بدنا هاي قديش نحنا بحاجة للذكريات الإيجابية أكتر أكيد وبيحاجة لبعض أيضا الذكريات سلبية أيام لتكون حافظ لنا لقدامنا حتى يمكن ما نوقع بنفس الأخطاء ما نوقع بنفس المشاكل هاي شغلة كتير تحب ركز عليها اليوم إذا ورد عامل عشر شغلات أنا عامل عشر شغلات ومو زاطين معي جيت عم تسألني على شغلة منهم قدتلك هاي فشلت معي هاي ساويتها وفشلت كلما سألتني على شغلة أنا حكيت عليها هيك أنت شو أخذت عني فكرة؟ أنه أنت إنسان ما بتحقب أهدافك ما بتضبط ما رح والفاشل ما بحب استخدمها الكلمة ما بتوصل الكفاءة بتحقيق الهدف يعني صورة سلبية طيب إذا جيت لعندي سألتني على نفس الأشياء اللي ما زبطت معي وقلتلك من هاي تعلمت خبرة هيك وهيك وهيك انتبه هاي ما زبطت معي بس أنا تعلمت مننا كذا هاي أخذت مننا خبرة كذا أنت أخذت عني فكرة أني خبير هلأ بالحالتين الزكريات اللي عم بحكي عليها هي ما زبطت معي ولكن بقي أنا كيف بتعامل معها تماما أنا إذا تعاملت معها على أن خبرات وحللتها وبطلت أني أقع فيها فهي صارت خبرات وأنا صرت خبير أو إذا اعتبرتها فشل فأنا فاشل خلص أعلقت بدوامة الفشل كمان أنا بقول شغلي أستاذ إذا بتأيدني الفكرة قلت أنه أنا سمعت غنية معينة هاي الغنية قلت له لدماغي والوعي واللوعي نزلي الفايل تبع هاي الزكرة فأنا عشت الحالة ونسيانك صعبة أكيد طيب أنا بقول هذا الفايل لما بينزل إذا كان الفايل مختتم أو ممهور عليه بختم وخلص انتهى فنحنا ليش نرجع من عيشه ونعيش الحالة طب أنا الزكرة المؤلمة إذا أنا كنت فرغت وعشت وأوكي وتألمت وبكيت وقلت ليش هيك صار معي وحللت وركبت وكل شيء ونهيت القصة لما برجع بينزل هذا الفايل ما بأثر فيني تماما لأنه تحليلك هو وعي هو وعي ومنطق وتحليل إنما اللا وعي لا يفهم هذا يعني أصلي تجنب الذكريات المؤلمة تمام هو ليس حل لا لا عيش الذكريات المؤلمة وأنه أنا حل الذكريات المؤلمة وأتأقلم معها بظن هو حل أثياد تماما بس هو الفكرة كيف بده تصير إنك أنت تحاول تزغر كمية المشاعر لما بتستحضر هذا الملاج تمام هو سيجيبها بكامل ملفها بدون أي شيء هي هذا غرضه فهو بالتالي إذا جاب معها مشاعر هون لح ترجع تعيشها من أول وجديد كأنه واقع هلأ نحن عندنا أحاسيس اللي هي تستقبل هذا الشيء والمشاعر هي الترجمة لهذا الشيء أنا حسيت بالألم أو أول ما شفت حدا مثلا حسيته غليز لكن بعدين حبيته إحساسي هي استقبال حبيته مشاعر هو مشاعر فأنا اليوم ما بدي أجيب هذا الملف مع المشاعر هذا اللي بدي أتمرنا عليه هذا لازم نعمله طيب سريعا بخيطان فقرتنا أستاذ محمد هيك نصيحة ذهبية للأشخاص اللي عم يتعبون للتعامل مع ذكريات السيئة والأحداث الصعبة اللي كل أكيد عم يمرؤوا فيها وعم يتذكروها النصيحة الأساسية في حال أنك أنت وقعت بهذه الدوامة أو حسيت حالك بهذه الحالة أول شغلة لا تتردد بأنك تستشير استشاري نفسي هاي رقم واحد اثنين على صعيدك الشخصي أنت بتقدر تغير حالتك الفيزيولوجية لتطلع من هاي الحالة وثلاثة الأهم معمال ميزان يعني مثل ما هل الأشياء السلبية إلى روابط لما بتعمل شيء حلو أو بتكون بلحظة حلوة عزز من روابط هذا الشيء ليتكرروا بدماغك دائما مثل ما اللاوع يععم بيجيب كل شيء فيه مشاعر سلبية لقدامه وبيجيب لك كل شيء فيه مشاعر إيجابية لقدامه وشكرا لكم أهلا وسهلا فيك القديرة ميادة الحناوي لما قالت نعمة النسيان وغنتها كثير من الناس بلشوا يحسوا ماذا يعني نعمة النسيان إن شاء الله تكون هذه النعمة بس للذكريات السلبية ونتجاوزها ونظل نرسخ ذكرياتنا الإيجابية ونلاقيها قدامنا بالمستقبل بشكل أحلى أهلا وسهلا فيه يسعدني صباحا يا رب وشكرا لكم أكيد حتى نظل محتضين بذكرياتنا الحلوة لازم ننشط ذاكرتنا وهي أحد فوائد الرياضة دقائق من التمرين الصباحية ونكمل باقي فقراتنا يسعد صباحكم مع كل كوترينار من الابتان سبورت أكاديمي اليوم سنأخذ تمارين هاتي ترينين اللي هي قسم من الكارديو ترينينج ستساعدني لحتى نحرق دمون أكثر ونفع معدلة الأيد بالجسم سنبدأ بأول تمرين ستحمل خمس دقائق بسيطة وأنا سأدع دغري بأول تمرين سيكون في عنا شفل نجم نرفع على أصابع رجلي سنقوم بأول تمرين سيكونها الشفل ونسوط بأول تمرين وننصر حسنا نبدأ من الأسرع ونجم من الأسرع ونسوط بأول تمرين ونزوط بأول تمرين ونسوط بأول تمرين اخر عبدة وحريح التمريح ستساعدني لحتى ارفع معدل ضربات القلب لفوق فحنحس بديق بالنفس شوي ممكن نحس بضربات القلب صارت كتير عالية ما عندي اي مشكلة رحروح التمرين يلي بعده حيكون فيه عنا جاكس وسكوات ديق بالنص هنعمل وان جاكس هننجل سكوات ديق بالنص اخرى عم نشغل الجزء السوفي وايضا الجزء العلوي عاخر واحدة وحريح هنأخذ نفس نرجع من تمرين مرة ثانية اخرى 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 pi اخرى هنزل دون على الأرض, من هوا رح نعمل جاكس هنفتح رجلنا ونرجع نضمهم, ظهري مستقيم وبنسجر again. عشرة وحرية. عشرة وحرية. عشرة وحرية. عشرة وحرية. يمكننا أن نعمل أسرع من هذا. يكون دذري متتعلي. عشرة وحرية. يمكننا أن نعمل أسرع من ثلاث مرات من أسبوع. عشرة وحرية. عشرة وحرية. عشرة وحرية. عشرة وحرية. عشرة وحرية. إننا لا تطلع عنaji فيك النشقين. عشرة وحرية. كان عشرة وحرية. وانتي بعدك الغيارة يا آمارة آمارة يا آمارة لا تطلعي عالشاشرة والشاشرة علي وانتي بعدك الغيارة يا آمارة يا آمارة أول شيء يسعد صباحكم ويسلم الصوت ويسلم العصف الحلو هذه الغنية أصلاً بدون أن يفعل شيء تجنن ويحسن الواحد قريبا للقلب أهلا وسهلا بكم معنا أكيد جورج مالك عظف القيتار وأيضاً صباح قدوريا أهلا وسهلا بكم معنا شرفتونا أهلا وسهلا بكم ويسعد صباحكم مرة ثانية سنبدأ من عندك صباح اليوم نحن بعصر السوشيل ميديا نحن بعصر السوشيل ميديا ما قبينا معنا ليل النهار على الإنستغرام على الفيسبوك خاصة من ظل جائحة كورونا بداية جائحة كورونا كيف أثرت على شغلكون على الفن الذي تقدموه وقدرتوا تستخمروا السوشيل ميديا أم لا؟ نعم فعلياً ما أثرت أبداً فقط وقفت الشغل نعم وقفت الشغل على الأخير لكن السوشيل ميديا ساعدت كثيراً أنا كنت أطلع لايب أحياناً من ظرفتي أغني أي شيء فهو أزادت المتابعين أكثر عندي بالنسبة لي كان فترة أني أنا أعد مع نفسي قليلاً وراجع حياتي وراجع أغلاطي وراجع الشغلات التي أعمل أظن أنت تحصل الأغلاط بالله لا تتعني أن نفردهم لله بالله لا لا تتعني أنه لا أتتعني أنه لكن فعلياً فيها أئلة سيئات وفيها أئجابية أكيد هناك إليه يعني كل الأزمات بتأثر على كل العالم أكيد يعني إذا هربنا منا أو ما هربنا منا هي بتأثر علينا بالنهاية أنا لفتني شغلة هلأ أنتم وهيك وعم قدموا لنا أول غنية نظراتكم لبعض الكيميا اللي بيناتكم جورج قمي مهم بعرف أنه العزف يعني أنت عم تعزف لحالك ما معك باند كاملة في معك صبية حلوة عم بتغني خلنا نقول دندنة أكتر من أنه شي هو كثير على ريتم معين ماشي قمي مهم يكون فيه كيميا وفيه طبيعة مواصل بين العزف وبين المغني الكيميا شيء كثير مهم للحياة في أي شيء في الدنيا ما فيه كيميا ما فيه حب بينك وبين شغلك الحب أبل كل شيء ما فيه حب ما منوصل للكيميا ما منوصل للهارموني ما منوصل للنتيجة الحلوة بشكل عام بالنسبة للموسيقى إذا الموسيقي العزف عم يرافق مغنية أو مثلا المغني عم تغني ومع عازف أهم شيء لازم يسمعوا بعض يسمعوا بعض كتير مني لا هادة يعمل عضلات على المغني والعكسjä أي أعمل إنها القصة في حد انا يعطي الربع القبل والربع البعض والوالحقني لألحقك هو عام شيء ما يتغنق على استيج السيئ دائما هوي نكسر الازم شكلها صائر إذنظرت نقر و منتضحك 看一下 عادية لكن بقلب الغنية أو الأداء الذي يحدث هذا مهم لأسفل واضح ماذا سننسمع في صباح؟ أه... يلا كأبي 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 تفضل هذه الأجواء الرايئة معكم اليوم كثيرا لذيذة أه... يلا يا أهل الهوى إيه العمل ياللي هويته عمري عطيته وهي الأمل يا أهل الهوى إيه العمل ياللي هويته عمري عطيته وهي الأمل ياللي هويته عمري عطيته وهي الأمل يا أهل الهوى يا أهل الهوى لو يرحى جون وأنا كل ما اشتأ إليها أروح وأسأل عليها كل ما اشتأ إليها أروح وأسأل عليها أنا كل ما اشتأ إليها أروح وأسأل عليها كل ما اشتأ إليها أروح وأسأل عليها عليها تجاودني عليها تجاودني عليها تجاودني عليها شكرا لهذه الأصوات الكثير حلوة سؤال سريع لكم أنتو الاثنين أكيد معرفة السوشيال ميديا كيف مهمة وحكينا كيف ساعدت حتى بالفترات التي لم نرأنا فيها كيف لديها شيء سلبي كيف نقول شهرت عالم أو طلعت عالم كثير لا يستاهله يعني ليس بهذا الحجم أو ليس بهذه المقدرات التي يورجوها للعالم هي نتائج السلبية أقوى من النتائج الإجابية كثير بالأسعب كثير طلعت عالم سوري بتسوى ومتسوى صفة الغناء أو العزف وشغلة المال وشغلة حتى بأي شيء يوتيوبر صحيح جاي عبالي أعمل كفر لغنية معينة بتصورها وبنزلها بس لأنه أنا بعرف إلعب لعبة اليوتيوب أو إلعب لعبة النشر على السوشيال ميديا حتى لا أعرف ما يلعبوا هي اللعبة يلا حطينا كاميرا ترجلنا أعرفنا تمام هي هيك صار تصير صحيح ختاماً بدنا نسمع منكم شيء محضرينه كمان غنية الثالثة شو حتكون يلا مفاجأة 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 لقيلنا بس منهجوش مفاجأة مفاجأة كل شيء رح يغرأ كل شيء رح يغرأ كلهم حيفلوا الناس اللي عاشوا بقلوبهم عاش الخوف لما كل شيء بيغرأ كلهم بيفلوا ما رح بيضل إلا اللي شافوا الضيب لما بيجي الطفاق لما بتيجي الحقيقة لما بيطلع نور الشمس فوق بيوتنا الغريقة رح يحكوا إنه نور عنده سفينة كبيرة حابة كل الدنيا اثنين اثنين فتنجى كل التيري بشوفك بكرة سفينة نور من أجمل الأغاني عن جد الهكية اللي بتذكرنا عن جد بأيام كتير حلو اليوم كتير بحلقتنا عم نحكي عالذكريات يعني فرقة كلنا سوا من الفرق اللي أنا شخصيا كتير زعلت وقت ما عادوا ومع بعوض ورسة أغانيهم لليوم كان نسمعها وحافظينا ومنتذكر أكيد ذاكي تحية إذا في حدا منهم هلا عن محضرنا تحية كثير كبيرة لإلون وتحية كثير كبيرة للكون شكرا لوجودكم معنا اليوم أهلا وسهلا فيكم حلاتوا صباحنا نحنا مكملين صباحنا معكم مشاهدينا من بعدها الفاصل بسم كاملين بفقراتنا وحظوظنا وصارت معنا أكيد لمدام نجلة أباني لحتى تخبرنا عن حظوظ أبراجنا لليوم صباح الخير صباح الخير راتي أنا صباح الخير شو عم يصير بالأجواء يشوفي كله معجوب بالاستوديو أولا الأمر اليوم في موقع غير مناسب وين الأمر؟ لأليم لألك بالحوت بس بالمجمل بس بالمجمل مريخة متراجع يعني بلش يعمل بقى هذا مثلا لا سمح الله حرايق لا سمح الله عمف مراض يعني مراض لموليد برج الميزان والحمل والسلطان والجدي هذول الأشخاص فعلا لازم يتبهوا على أمور الصحية مشتري ما زال متراجعا في برج الجدي إلا جانب زوحال وعفطاني تقدم في الميزان إضافة إلى الزهرة الموجودة في برج الأسد أول أخباري العزيزة مولود برج الحمل واليوم طبعا عشرة أيلول مولود برج الحمل الأمور اليوم بالنسبة له إيجابية جيدة حركة نشاط ذكور في الأسرة وينات عم بيتعرف عليهم شقيقات أهل يعني اليوم الأمور أخذ طابع علاقات جديدة أمور إيجابية ممكن يكون فيها حركة ونشاط مولود برج الثور اليوم للأمور المالية بامتياز وللدفع إذا بدك بامتياز اليوم يمكن يكون فيه أعطال أو مصروف إضافي بحاجة تنتبه له مولود برج الجوزاء اليوم الأمور بالنسبة له العلاقة بالطاقة بالحمات بالفئة بكير والنومي متأخر يعني ومثل كأنه عنده نوم من أنواع النشاط اللي بيحاجة يعمل فيه إنجاز فعليا مولود برج السرطان مكسل دايق خلقه معنه كتير يشوفه بيقريح حالاته ما بعرف إذا الأخبار حزينة اليوم أو هو فاقد للطاقة أو عنده قصة صحية شوي قلقته أو بهاي الأيام أمام خيالات أعمل هيك واللي أعمل هيك يعني الأمور أخذي هذا الطابع مولود برج الأسد اليوم الأمور أخذي طابع إيجابيات على الصعيد الاجتماعي صحة صحة مادام صحة يا مادام هلأ الشباب أكيد يجيبونا مي اليوم عن جد عم نحكي قديش أنه يمكن عن جد فيه شغلات مو سلبية خلينا نقول بس اليوم هيك فيه في عجقة ما عم نعرف ليش أنا كثير مبسوط بهالعجقة ليه لما تحسي الناس يعني هايبر وأكتف ومن يمين ليسار وحيوية ونشاط شغلة منيحة والصبح وصبح شغال بس حلوة حلوة لزيزة والحلو أنه طبيعية وعفوية أنه نحن عم نعيش مع المشاهدين طبعا مثل كأنه بالبيت الصبح هاي العجقة يلا بحماس ونشاط لنشوف من الأبراج المعجوئة اليوم ومن الأبراج اللي غاية أقفى لكم لي يا مادام الأبراج المعجوئة هي موليد برج الأسد اليوم عم يتعرف على أصدقاء جدود ما بعرف من خلال سفر أو نشاط رياضي أو فريق عمل جديد وغالبا هو الشهر بالمجمل للسفر للتعارف للجديد كلا تدخل دورة تدريبية جديدة لتعرف على الرجل اليوم يوم جيد لموليد برج الأسد العزراء تراجع عن قرارات أثبتت خطأها ولا تعاند لأنه اليوم ممكن تعاني من بعض المضايقات فيه نوع من أنواع المشاكل مع الآخرين ما بعرف إذا سببها قصص شخصية أو قصص عائلية بس أنا بعتبره هاي الأيام بعتبرها أيام ما كتير مريحة بالنسبة للعزرائيين يعني ممكن يكون فيه نوع من أنواع الصدمات مع الآخرين لأسباب متعددة بس هل يوم حساسيته بالمجمل زايدة عن حده موليد برج الميزان لأن الأمور جيدة فعلياً ما بعرف إذا القصة سفر أو لقاء أو هدايا أو اتصالات أو عروض جديدة بس غالباً اليوم الأمور إيجابية ما فيها ظروف معرقي لعموماً أو صعوبات لمولود الميزان وأنت أكثر ثقة بنفسك اليوم مولود برج الميزان اليوم الأمور بالنسبة لأله أخذ طابع مساعدة ليس الميزان العقرب أخذ طابع إيجابيات العلاقة بالمساعدات يا أنت عم تقدم مساعدات لغيرك يا عم تتلقى مساعدات من غيرك يا فيه نوع من أنواع العلاقات الأفضل سواء مع أصدقاء أو دعم أو محبة أو نوع من أنواع الحوافز الإيجابية أو سمعة طيبة ومضح بمواهبك مولود برج القوس الحقيقة يوم للتأجيل ثم للتأجيل ثم للتأجيل فيه عندك نوع من الألواع العلقلة أو التعب الشخصي أو بدك تحكي اليوم كتير بهدوء بلطف بدبلوماسية بكسامة مثلاً لتمر الأمور بسلام غالباً أنت عصبي مولود برج القوس وفيه مضايقات أنا ما رح أقولك لا بس يعني مو هاي المضايقات اللي ممكن تعمل لك إزعج إحساسه اليوم الجدي أنه عم بيشتغل كتير وما فيه مساعدات ما بعرف إزعبت دائماً عن غيرك أو عم تتواصل مع محيطك بشكل ما كتير يعني اليوم فيه شغل كتير بنوع من أنواع الأفأفة لمولود برج الجدي أو مضايقات تفسية أو مسؤوليات أكثر مما يجب مولود برج ألقى دلو اليوم الأمور بالنسبة لأله جيدة جداً وتقريباً على كل المستويات بس الأهم اليوم للسفر للقاءات للعلاقات لتحل يمكن بعض القصص المالية اليوم الأمور جيدة بالنسبة لموليد برج الدلو وسعيدة عموماً طبعاً هو الخمسة عشر يوم كلها بوجود الزهرة في برج الأسد لا أمورك المالية كتير مريحة ولا العاطفية بس ممكن للخمسة عشر يوم بيجي مثل هاليومين حلوين يفترض أنك ترتب أمورك فيهم مولود برج الحوت غالباً اليوم عم بيحاول يرمم علاقاته وما بعرف قدي زابطة بس بين مبالحه اليوم متوتر معصب معكتير مرتاح عم تاخده بتعطي أو عم تدخل جدالات ممكن أقول إنه عقيمة لأنه ما عم تصل فيه الأهداف أنت عم تتعصب والآخر عم بيعصب عم تتحسس والآخر عم بيتحسس أنا برأيي هاي الأيام ليست للجدالات وليست للنقاشات خليني عايز مولود اليوم مولود عشرة أيلول هادئ متوازن بارد الأعصاب تقريباً نوبات غضبه قليلة عموماً من الأشخاص اللي بتعاونوا مع محيطهم معني بملاحقة مصلحته بهدوء بجدية محب ومضحي لأجل الآخرين بس يعني مو مضحي تبع العطاء بدون مقابل شخص يعتبر الأكثر عزلة والأكثر استقرار بحب منزله وأشياءه بيسعى لعمله من مطلع الفجر أو من مطلع الشمس إلى مغربها شخص مثقف وبخلوق للنجاح السنة اللي قاله كتير مهمة في ابتسام السعادة في قصص العلاقة بأمور إيجابية قد تكون ترقية سفر عقار سيارة بيت يعني حتى لو عم تفكر بطلب قرض فالحظوظ مساعدة جدا لألك عملك عم يشهد الزهار بهاي الفترات والحظوظ بالمجمل مساعدة للجميع حتختم السنة إن شاء الله بأفضل مما بدأتها عق 1845 زهراء الحلبي مواليدة 2001 حظوظك مساعدة جدا جدا يا زهراء والسنة بالنسبة لألك كتير مهمة بالمتبقي منها إيزابيل مأمون بربور من مواليد 2002 إيزابيل ما رح قلك المتبقي من السنة لا الأفضل ولا الأسوأ هذا شهر متعب البعضه جيد جدا البعضه متعب البعضه جيد جدا هلأ ما أظننا سنة للتغييرات الجزرية للارتباط يعني وارد يكون بداية جديدة الصعاطفية جديدة وارد بس ما أظننا سنة للتغييرات بامتياز مثلا غسان وبلقيس بلقيس 98 وغسان 93 هلأ أنا بشوف العلاقة جيدة بالمجمل حبيبتي إحدى العلاقات الأفضل عموما والأكثر دواما إذا بدك بس تحمليه شوي لأنه بلازم فيه يصبح تقليله حاضر وتنامي المساء قبل ما تنامي تقليله حاضر هيك بفكر بطريقة جدية بحكاية الارتباط غير هيك حيحس إنه العلاقة بأنه أنا حابك بس يعني أنت لا تسلحي الأطمام هيك يا الله موليد برج العقرب ما معهم نزح بي لصحة إيسا دوقاتكم وضلوا بخير دوقاتك يا رب برج العقرب والثور بحب الصباح حاضر يحبوا يسيطروا نعم شكرا لكم متما أنا سابنا جاج تندوري اليوم سابنا مع الرز صبينا الرز بصحن والجاج لحالة بصحن ممكن يكونوا الاثنين بنفس الصحن سواء كما مع بعض سلام إذاك يا شيف أنا دائما أحب هذا منظر الرز اللي هيك كتير بيجي آلب آلب عشان كتير مرتب سلام إذاك يا شيف شكرا كتير لألك أكيد رح نرجع يوم السبت مع الشيف فحسن نشوف أكل جديدة وطبخة جديدة ووسطات جديدة وفقرات جديدة مثل العدم أتمنى لكم عطلة تكون كتير حلوة ومنلقاكم السبت إن شاء الله يا رب ويكونوا الطقص هيك خف الشوب علينا قليلا ما بعرف قال عملوله أبدايت للمرتفع الحراري لسه ممتد لفترة إن شاء الله إن شاء الله فجأة مثل المطرة اللي نزلت مبارح بالشام يكون أيامنا كلها غيف وكلها عطاء وخير يا رب نلقاكم السبت ترجمة نانسي قنقر